السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم عزائي معاكم المدرسة فعن من بين الميزاية الكثيرة اللي نستفيد منها ببرامج الأوفيس ككل هو إمكانية مشاركة المعلومات بين بعضها البعض فمثلاً إذا كان عندك بيانات ضمن الإكسل وتريد تصمم فواتير لكل سطر من الأسطر أو حتى ترسم خططات وأشكال ضمن برنامج ثاني مثل الورد أو البوربونت فعندنا مثلاً في الورد فعندنا ميزة الميل ميرج اللي يمكنه من صناعة عدد كبير من المستندات من البيانات اللي تأتي من الإكسل نصمم مستند واحد بتنسيقات المعينة بربطه مع الإكسل بكبسة واحدة يصدر لك كثير من المستندات وحتى بإمكانك ترسلها عبر الإيميل وكثيرها من المزايا أيضاً بإمكانك تجيب جدول كامل من الإكسل وتحطه مباشرة بالورد متى ما تحدث الإكسل راح يتحدث عندك برنامج الورد وحتى تقترجي مخططات ورسوميات وكثير من الأمور ويصير العملية ديناميكية يتحدث هنا يتغير هناك في هذا الدرس نحن راح نشرح عملية الميل مرج كيف نربط الإكسل مع الورد بطريقة متقدمة ليس الميل مرج البسيط راح نشرحه من البداية طبعاً لكن راح نعطيكم شغلات متقدمة كثيراً وتساعدكم في عملية الميل مرج بطريقة جداً قوية في برنامج الورد والدرس القادم راح نتعلم كيف نربط بيانات الإكسل ضمن برنامج الورد كجداول أو كرسوميات أو كأرقام وبيانات فخليكم معنا لا تروحون لأي مكان جاهزونا حالكم وخلونا نبالش لعملية دمج المراسلات بين الورد والإكسل أنا جهزت ملف ورد بهذا الشكل وهو عبارة عن قالب مؤلف من الصفحة واحدة راح يجيب المعلومات والبيانات من ملف الإكسل حتى يقوم بتصدير فواتير لكل البيانات الموجودة في ملف الإكسل هذا القالب أنا صممته كجدول من عن طريق إنسيت أضفت جدول وبعدها أخفيت الحدود عن طريق تيبل ديزاين من عندي البوردرس قلت له نون بوردرس حتى ما يكون في عندي حدود للجدول بعدين أظهرت هذه الحقول عن طريق الليئاوت وعند الفيو جردينت هذه الحقول أظهرتها فقط حتى أعرف وين حدود الجدول ولكن تعتبر هذه الحدود وهمية لن تطبع ولن تنحفظ في حال حفظت الملف كبي دي اف بعدما أجهزت هذا الملف رح تجهزت ملف الإكسل اللي يحتوي على البيانات حطيت البيانات بهذا الشكل وحطيت السطور أسفل بعضها البعض كل سطر من هذه السطور رح يتم وضعه بصفحة مستقلة بحد ذاتها في ملف الورد وكل عمود من الأعمدة هو عبارة عن حقل رح يندرج إلى ملف الورد بعض الأعمدة أنا بديها في ملف الورد أسفل بعضها البعض يعني مثلا هنا الكوانتيتي أنا بدي ندرجون أسفل بعضهم فأنا لازم بمنفل إكسل أجهز كل واحد في عمود فأنا إذا ترجعون على منفل إكسل نشوف أنه هذا أربع عمده هذا رح يكون بالصف الأول بالورد وهذه المجموعة الثانية وهذه المجموعة الثانية فبالتالي نأكد على أنه كل عمود رح يكون بحقل من الحقول في الورد فبالتالي أنت لازم تعمل عمدتك بهذا الشكل أيضا إذا أنت بدك ترسل الفواتير عبر الإيميل فلازم يكون عندك عمود موجود فيه الإيميلات وعناوين البريد الإلكتروني مشان يعرف ملف الأوتلوك بعد عملية الأرسال ما هي الإيميلات اللي بدك ترسلها العيلة نقوم بالرجوع على ملف الورد حتى نقوم بعملية دمج المراسلات ونربط ملف الإكسل بملف الورد للقيام بهذه العملية تروح على قائمة ميلينجز عندك من هنا سلكترسيبشنت وفي عندك ثلاث خيارات خيار تايب أنيو لست وهذه بإمكانك تكتب إنت القائمة كتابة بدون ما تستعين بملف الإكسل هنا بإمكانك تكتب العناوين مثلا التايتل الأول، الاسم الأول، الاسم الأخير، الكمبني وهكذا إذا بدك تضيف سطر آخر تكبس على نيو إنتل إذا بدك تعدل من هاي اسم العناوين فتقوله وتعدل على العناوين بإمكانك تضيف عمود جديد أو تحذف عمود من الأعمدة اللي هون أو تعديد تسميته وغيرها من الخيارات أنا بالنسبة إلي عندي ملف إكسل جاهز فما رح أكتب القائمة كتابة يدوية فرح أقوله هنا cancel وأرجع على select resumations هنا عندي use and existing list عندي قائمة موجودة في ملف الإكسل ليس فقط ملف إكسل بإمكان يكون ملف أكسز أو سي اس في أو أي صيغة بيانات يدعمها البرنامج أنا أروح على المجلد اللي عندي وهذا هو ملف الإكسل الذي يحتوي على البيانات أختاره أنقر عليه مرتين تطلع لي هون القائمة وفيها كل الورقات أو الشيت اللي موجودة عندي في ملف الإكسل البيانات عندي في البيلز details فأحدد عليها هنا عندي خيار مهم جدا وهو first throw of data contains chrome headers وهذا يعني أن العناوين موجودة في السطر الأول من ملف الإكسل وهذا الأمر صحيح فأنا رح أحط الصحة عليه بس أخلص أقوله أوكي حتى يقوم بعملية damage ملف الإكسل بملف الورد بعد عملية الدمج بإمكانك تشوف القائمة اللي أجت من ملف الإكسل عندي من هنا edit reception list هذه قائمة البيانات بإمكانك تشوفها بهذا الشكل تتفرج عليها بالطريقة المناسبة لك بعد ما تأكدنا أنه البيانات صحيحة وشفناها حاليا ندرج الحقول على الملف هذا فأنا مثلا عندي invoice number أنا بدي أجيب هذا الحقل من ملف الإكسل فأحط المؤشر عندي من هنا وعندي من هنا الخيار insert merge field إذا أكبس عليه تطلع لي هنا كل الأعمدة اللي أجت من ملف الإكسل الآن ندرج الحقول أنا هنا بهذا المكان أنا بدي أضيف الرقم فأحط هنا النمبر فيطلع لي بهذا الشكل أنه أدرج الحقل من الإكسل أنا بدي هنا date فأختار من هنا date حتى يندرج هنا بدي أضيف ال name فأختار من هنا name enter أضيف الأدرس enter أضيف ال destination لهذا المكان هنا لquantity أضيف الحقول واحد تلوى الأخرى عن طريق insert merge field بعد الانتهاء الآن الأمر صار جاهز بالنسبة لي ملف الword أصبح يحتوي على الحقول لأجد من ملف الإكسل بإمكاني معاينة هذه البيانات عن طريق preview result إذا أكبس عليها أشوف كل البيانات كيف تكون هذه هي الفاترة الأولى هنا الأسهم أنتقل للفاترة الثانية أنتقل للفاترة الثالثة وهكذا أشوف البيانات كيف ستصبح هنا أنتقل لبداية الفواتير ونهاية الفواتير بالشكل هذا في حال أنت تبحث عن شخص بحد ذاته فبإمكانك تكبس على find reception بإمكانك تكتب المعلومة لأي أنت تبحث عنها ويتم البحث عنها في كل حقول أو بحق المخصص تقوله find مباشرة يطالع لك إيها بهالشكل إذا كان عندك اسم أحمد آخر فتكبس على find مرة أخرى حتى يطالع لك الاسم الآخر وهكذا تنتقل بين الحقول هذه البيانات مثل ما قلنا لكم بعد شوي بعد التصدير راح تكون كل واحدة في صفحة مستقلة في حال بعض الصطور في الإكسل أو بعض البيانات في الإكسل ما تريد تطالعها كفاتورة فما يلزم تحذفها من الإكسل بإمكانك من هنا تتخطاها عن طريق edit reception list مثل ما شفتم من شوي طالع لكل البيانات اللي موجودة في الإكسل البيانات اللي أنت بدك إيها تخلي الصح عليها والبيانات اللي ما بدك إيها تشيل الصح عليها إذا كانت البيانات ضخمة جدا وصعب عليك تحط الصح أو تشيل الصح عنها فعندك هنا شيء جميل وهو الفلتر وهو مشابه جدا لموضوع الفلتر في الإكسل هنا بإمكانك تقول له طالع لي فقط الشغلات اللي بديها مثلا في عندي أنا حقل اسمه complete أنا بدي دوما أنه يكون yes عليه وليس أي شيء آخر فهنا اخترت اسم الحقل وهنا المقارنة أنا equal to يساوي لا أو لا يساوي لا وغيرها من الخيارات أنا أقول له لازم يساوي لا yes يساوي لكلمة yes فهنا دائما لازم يكون complete yes لحتى يطالع ليها إذا كان عندك مجموعة من الشروط فتقدر تجمعها بطريقة الـ and أو طريقة الـ or لمن يعرف يشتغل مع الشروط رح يعرف هذا الكلام جيدا إذا تكبس على clear or رح يلغي كل العملية اللي قمت فيها إذا تكبس على اوكي رح يطبق هذه القصة وبالفعل رح يجيب لك فقط البيانات اللي كان yes على الـ complete تبعهم لا يوجد أي واحد منهم ليس مكتملا مع أنه ملف الإكسل كان يحتوي على بعض الفواتير الغير مكتملة هنا في عندك أيضا الـ sort في حال أنت بعد التصدير بدك يكون الفواتير تترتب ترتيب معين فبإمكانك تكبس على sort مثلا أن يكون بدي يكون الترتيب على التواريخ التاريخ الأقدم حتى الأحدث فتقول له أوكي فيتم الترتيب هنا وبالتالي بعد التصدير رح يقوم بترتيبه في حال أنت حدثت على ملف الإكسل فأنت ما يلزم أنك تعيد عملية المرج من جديد بإمكانك من نفس القائمة هاية تحدد على الملف الإكسل وتقول له refresh حتى يقوم بتحديث ملف الإكسل لكن في شغلة جدا مهمة لازم تنتبه عليها إذا أنت بدك تحدث ملف الإكسل بعد عملية الميل مرج بعد عملية ربط الملف الإكسل بملف الورد فإذا بدك تحدث على ملف الإكسل لازم تلغي عملية preview result من ملف الورد لأنه الملف الورد لما تقوله preview result يبدأ بقراءة البيانات من ملف الإكسل فإذا كان مفعل ما رح يخليك تحفظ ملف الإكسل لازم تلغي عملية Preview Result حتى تقدر تعدل على ملف الإكسل وتقدر تحفظه بكل سلازة بعد ما تيجي لهون تحدد على هذا الملف وتقوله Refresh حتى يعيد قراءة البيانات من ملف الإكسل مرة أخرى أيضا بإمكانك هنا تنسق على البيانات اللي موجودة في هذا الملف بإمكانك تعدل على تنسيقات هالحقول تخليه غامق تحته سطر أو تغير من ألوانه بطريقة اللي تعجبك هذه رح يتم تنسيقه هنا ووقت التنسيق رح يأخذ التنسيق تماما مثل ما أنت نسقته أيضا بإمكانك تغير من تنسيق الرقم أو تنسيق البيانات اللي أنت جبتها أنا عندي هذا التاريخ أنا جبته من ملف الإكسل لهنا فأنا مثلا بحاجة أنه يطلع اسم اليوم كاملا أو بحاجة مثلا أقلب بين شهر واليوم مثلا إذا جبته يوم شهر سنة فبدي أخليه شهر يوم سنة وهكذا فرح تتغير من تنسيق الرقم بهذا الشكل فالطريقة جميلة تكبس على هذا الحقل بزر اليمين وتقوله toggle field codes حتى يطلع لك كود هذا الحقل كيف الورد يقرأ هذا الحقل كوديا طلع لك المرج field يعني أنه هذا الحقل عبارة عن مرج عملية damage واسم الحقل هو date وهنا بإمكانك تحط التنسيقات إذا بدك فبعد كلمة date أحط backslash ثم أحط الرمز الآت رمز الآت يعبر عن التاريخ ثم أحط بين إشارتين التنسيص ماذا تريد التنسيق اللي بدكيه بين إشارتين التنسيص مثلا أنا بدي يكون الشهر أولا فأحط mm الحرف m يعني يعبر عن month شهر ولازم يكون capital letter حتى يقرأ ثم أحط slash dd هذولا كلهم اسمه العادي يعني رقمين لليوم ثم slash ممكن أحط أربع ويات يعني أربع أرقام للسنة أو ممكن ويتين فقط رقمين للسنة بهذا الشكل أنا غيرت من تنسيقه أرجع الوضع الأساسي عن طريق نفس الأمر toggle field codes نشوف إنه ما يتغير تنسيقه بقيا مثل ما هو هذا بسبب إنه أنا مفعل preview result أشيل تفعيله ثم أرجع أفعله من جديد حتى يشوف إنه صار 21 2021 يعني صار الشهر أولا ثم اليوم ثم السنة خليني أرجع إلى ما كان عليه أكبس عليه بزر يمين toggle field codes وأعدى على التنسيق أنا رح أخلي اليوم بالبداية أحط رقمين لليوم الشهر ريضا رقمين M بحرف كبيرة والY رح أرجعها لأربع رقم أنا بدي اسم اليوم طالع فرح أجي قبل الD أحط ثلاث ديات قبله ثم فاصلة وأحط مسافة ثلاث دي تعبر عن اختصار اليوم مثل من Monday Sun Sunday وهكذا فهذا يعبر عن اختصار اليوم ثم أحط فاصلة ثم أحط الأيام والشهور والسنوات أرجع إلى ما كان عليه toggle field codes وأشيل البروفيو أرجع أرجعها حتى أشوف شون طالع بالفعل أربعاء وطالع لي الرقم بهذا الطريق لأن إذا أنتقل أشوف كيف بالفعل يطالع لي اسم اليوم مع الشهر مع الساعة أيضا هنا إذا نشوف تساكس هنا يطالع لي الرقم كثير بعد الفاصل العشرية أنا بحاجة إلى رقمين فقط بعد الفاصل العشرية أيضا نفس الأمر أكبس عليه بزر اليمين وأقول له toggle field codes بعد اسم الحقل أحط الback slash ثم أحط رمز الهاش رمز الهاش يعبر عن التنسيق الرقم ثم أحط بين إشارتي التنسيص تنسيق الرقم اللي أنا بدي إياه ثم أحط صفر نقطة صفرين يعني أنه بدي رقم ثم بعد الفاصل العشرية بدي فقط رقمين بهذا الشكل أنا عملتي التنسيق الرقمي أرجع لما كان عليه toggle field codes وأشيل البروفيو أرجع البروفيو حتى أشوف كيف بالفعل غيرت التنسيق بهذا الشكل أيضا أنت هذه الحقول اللي أنت دمجتها بإمكانك تكتب ما قبلها وما بعدها أي شيء تريده مثلا أنا بقبل الرقم راح أحط رمز الدولار وأكتب بها الشكل فرح أحط رمز الدولار ثم الرقم اللي مصلح بالتنسيق الآن أتوقع أنهينا كل الأمور فيما يخص دمج المراسلات وعمل الحقول في ملف الورد خلونا ننتقل لعملية إنهاء هذا الملف بالكامل فهنا لدينا الإنهاء finish and merge وتحتوي على ثلاثة خيارات الخيار الأول وهذا يعني أنه راح يتم تصدير ملف وورد كامل يحتوي على جميع الفواتير كل فاتورة في صفحة منفصلة لو اخترنا راح تطلع لهذه النافذة تسألني هل تريد تصدير الجميع؟ أم فقط هذا الريكورد أي شخص اللي أنت فاتحه حاليا أو بدك من كذا إلى كذا مثل من الفاتورة الأولى حتى الفاتورة العاشرة أنا راح أختار الجميع أول وأضغط على أوكي راح تنشوف شلون فتح لي ملف الورد وكل فاتورة مع كل تفاصيلة أصبحت بملف منفصل هذا الملف هو الملف المصدر بإمكاني التعديل عليه أو حفظه بأي صيغة أو أرشفته وحتى طبعته فهذا ملف ثاني كأني فتحت ملف وورد آخر وكتبت كل هاي الفواتير يدويا وحتى لو أغلقت هذا الملف بدون حفظ فلا يوجد أي مشكلة لأنه الملف الأساسي اللي قمت بعملية دمج ومراسلات معاه لساته موجود هذا هو هنا تستطيع إعادة التعديل والتصميم ثم تقوم بالتصدير منه مرة أخرى بالتالي المهم أنك تحتفظ بهذا الملف ومتى ما أردت تقدر تقوم بالتصدير منه بنفس الطريقة أكيد راح تتساءلون هل بإمكاني تصدير كل فاتورة بملف منفصل بحد ذاته؟ وليس كصفحة صفحة داخل ملف وورد واحد فالجواب بشكل مباشر لا نستطيع ملف الورد لا يتيح هذا الأمر لكن بالإمكان عمل هذا الشيء بواسطة أكوار برمجية كما فعلنا نحن بدرس تصدير الشهادات البي دي اف من الإكسل إلى الورد وقمنا بعمل شهادات ووضعنا كل شهادة بملف منفصل تابعوا الدرس أصدقائي حتى تتعرفوا على هذا الأمر جيدا أو بالإمكان تنزل إضافة على البرنامج كإضافة أدوبي بي دي اف فإذا كان عندك برنامج الأدوبي أكروبات النسخة النظامية منه فإذا كنت منصب هذا البرنامج على جهازك راح يدرج هذا البرنامج إضافة على برنامج الورد هي هذه الإضافة اسمها مرج تو أدوبي بي دي اف تطلع لفسي الخيارات تقريبا من بينها إنك إذا تريد تصدير الجميع أو فقط هذا الريكورد أو من كذا إلى كذا في حال اخترت الجميع هنا تحدد اسم الملف اللي بدك يتصدر وهذا الاسم راح ينضاف له لحقة رقم الفاتورة الآن بضغط على أوكي يتم التصدير تطلع له هاي الرسالة حتى تحدد مجلد الحفظ تحدد له المجلد اللي بدك يه والبعدين يقوم بعملية الحفظ كاملة وإذا تفتح المجلد تلاقي كل الفواتير بملفات منفصلة كملفات بي دي اف إذا تفتح أي واحدة منها وتشوف هذه الإبداعات إذن هذه كلها كنا نتكلم عن مقدرة تصدير الملفات عندك أيضا بإمكانك تطبع هاي الفواتير من بردس نيكيومنت وأيضا تختار الجميع أو فقط ريكورد معين وبعدين عندك هون تفاصيل الطبعة كاختيار الطابع وعدد النسخ وما إلا ذلك أما الخيار الأخير وهو الخيار الأجمل وهو إرسال هذه الفواتير عبر الإيميل كل شخص ترسله فاتورة الخاصة طلع لك هاي المرة قائمة تسألك لمين بدك ترسله لازم يتحدد عمود الإيميلات لحتين رسل إلهم نحدد هون عمود الإيميلات لأدنى وهو عمود الإيميل أدرس كذلك هنا تحدد سبجيكت لاين أي عنوان هاي الرسالة ممكن نسميها مثلا منفلين بويس وهنا الميل فورمات مهم فخيار الأتاتشمينت سيتم أرفاق الفاتورة كملف وورد تحتوي فقط على تفاصيل الفاتورة المرسل إليه يعني السطر تبعه من الإكسل كما نشاهد هنا ترسله كملف وورد كمرفق وتحتوي على تفاصيل فاتورة طبعا لكن عيوبها إنه ترسلها كصفحة وورد وما نقدر نكتب أي شيء معها بالرسالة أما الخيار الآخر وهو البلين تيكست فهذا يقوم بإرسال الفاتورة لكل شخص كنص مكتوب في الإيميل وكأني فتحت الإيميل وكتبت الفاتورة هذه كتابة كما نشاهد هنا تم كتابة الفاتورة بدون أي تنسيقات أما خيار الـ HTML فهذه أيضا ستكتب الفاتورة ككتابة لكن مع جميع تنسيقاتها مع الألوان والصور وكافة التنسيقات كأنك فتحت إيميل جديد وكتبت كل هاي التفاصيل تماما جدا جميلة هذه وجدا مناسبة وطبعا ترسل تفاصيل الفاتورة لكل شخص على حدة بعد اختيار أي نوع تريد الإرسال هنا تجد نفس الأمر هل تريد الإرسال الجميع كل واحد ملفه المنفصل أو فقط هذا الـ record الـ current record أو بدك ترسلها من كذا إلى كذا بعد اختيار اللي بدك ييه تقوله أوكي لحتى طال لك هاي الرسالة اللي تطلب السماح لبرنامج الـ word باستعمال برنامج الأوتلوك بالإرسال هنا بإمكانك تعطي إنه يسمح له لمدة دقيقة واحدة أو أكثر مشان ما يظل يسألك عن السماحية وطبعا ما تنسى إنك تكون مجهز برنامج الأوتلوك عندك وفيتح حساب إيميلك عليه مشان يقدر يرسل الرسائل منه والآن بضغط على allow يطلع عملية الإرسال بس توصل للنهاية يكون قد أرسل الرسالة ولو نفتح الأوتلوك نجد الرسالة في البريد المرسل sent items وبالفعل قام بإرسال الرسالة كمرفقات مثل ما أشوف أكيد الآن يتبادل لذهنكم سؤال آخر هل بإمكاني إرسال الرسالة مع بعض الكلمات هنا؟ مشان ما ترسل الرسالة فاضية فقط نكتب لها كم كلمات مثل من فضلك اطلع على المرفقات وغيرها فأيضا لا نستطع بشكل مباشر الورد لا يتيح هذا الأمر لكن بإمكانك تعملها عن طريق البرمجة كما فعلنا نحن بدرس إرسال الشهادات أو بالإمكان عملها بإضافة الادوب بي بي دي اف إذا تختارها من هون من فوق تعين إذا بدك الجميع أو فقط هذا الريكود أنا رح أختار هذا الريكود مشا ما يرسل لجميع ومن هنا تحدد اسم الملف اللي راح ينحضر ومن هنا الإيميل أوبشنز تفعل خيار التو تحدد عمود الإيميلات اللي عندك اللي هو عمود الإيميل أدرس وصبجك تلاين تحدد عنوان الرسالة تكتب مثلا منتلي إنفويس وهنا الجميل المسج الرسالة إيش هي الرسالة اللي بدك تحطها معاه نخلي هاي نفس الرسالة بليز سي ذا أتاجت بي دي اف فايل ونكتم مثلا بيست ري جاردز المنذرسة فان الآن بتضغط على اوكي يسألك هاي الفواتير وين بدك تحفظها بأي مكان تحدد له مجلد الحفظ ثم بتضغط على اوكي يتم إرسال الرسالة كبي دي اف إذا نفتح برنامج الاوتلوك نشوف كيف تم إرسالها بهذه الطريقة الجميلة ترجمة نانسي قنقر